موسيقى أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين ومتابعين تقصى العرف في السعودية نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة انتشرت كمية من الغيوم العالية بدون فعالية لكن خلال الليلة الماضية سادت أجواء شديدة البرودة وتشكل السقيع في بعض الأجزاء من منطقات الحدود الشمالية المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار تأثيرات المرتفعة الجوي السيبيري وليالي شديدة البرودة أيضا مستمرة وزخات أنطار وحالة جديدة من عدم استقرار الجوي متوقعة على شمال المملكة خلال الساعات القادمة تحديدا خلال ساعة صباح يوم الأربعة وتمتد حتى نهاية الأسبوع نبدأ نشرتنا كالعادة بصورة مصطنائيا ملتقة خلال ساعة صباح اليوم والتي تتوضح انتشار كمية من الغيوم العالية بدون فعالية فوق عموم منطقة التابوك المنطقة الشمالية الشرقية سرعا ما تلاشت وخفت كثافة هذه الغيوم خلال ساعة النهار وسادة أقصى في أغلب مناطق المملكة نذهب الآن وياكم لخراءة توزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس حيث تبقى المملكة أو الشمال المملكة تحديدا تحت تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة تابعة للمرتفع الجوي السيبيري حيث تنخف الدرجات الحرارة خاصة خلال ساعة الليل فوق منطقة الجوف أجزاء من تابوك والحدود الشمالية وبشكل أقل فوق عموم المنطقة الوسطى والجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية فرصة التشكل السقيئة تكون واردة في المنطقة الشمالية تحديدا فوق أجزاء من منطقة الجوف وأيضا مرتفعات بوك خلال الليل القادمة بشكل مستمر خلال ساعات النهار ترتفع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء باردة خاصة منها المحسوسة بسبب نشاط في سرعة الرياح التي تزيدنا الشعور بالبرودة نذهب الآن وياكم لخراءة توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس حيث تبدأ تدريجيا المملكة تتأثر بحالة من عدم استقرار جو بتحديدا المنطقة الشمالية من المملكة حيث يمتد منخفض البحر الأحمر بشكل محدود فوق المنطقة الشمالية ليعمل مركز هنا فوق منطقة تبوك تتكاثر الغيوم الركامية والمتوسطة بشكل تدريجيا خلال ساعات صباح يوم الأربعة وتشتد وتمتد تدريجيا خلال ساعات النهار نحو منطقة الجوف أجزاء من منطقات الحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشرقية والوسطة من منطقة تبوك وأيضا المدينة المنورة اعتبارا من ساعات صباح يوم الخميس تنشأ حالة أخرى من عدم استقرار جوي فوق المنطقة الغربية تحديدا السواحل الوسطة والجنوبية من البحر الأحمر تهطو الزخات خفيفة من الأمطار في عموم هذه المناطق تكون أكثر غزارة في المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات مكة المكرمة الفرصة أيضا تكون واردة لهطو الزخات خفيفة من الأمطار على مدينة جدة خلال ساعات صباح ونهار يوم الخميس هذا بالآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليل حيث يسوى التقس مستقر لكن بار 12 درجة مئوية غالبا صافي الملموس 11 الرطوبة 64% والرياح تكون شمالية غربية خفيفة الشرع بالنسبة للثلاث أيام القادمة يكون التقس مستقر يوم الأربعة عشرين لأتناش الخميس عشرين لأربعة عشر والجمعة تقس غائم جزئي 20 درجة أيضا إلى 15 درجة مئوية إلى هنا تنتين شرطنا للقاء اشتركوا في القناة